على مساحات شاسعة وبمناطق مختلفة من ولاية الطرف تنتشر زراعة الكروم كالنشاط جد استراتيجي يختاره الفلاحون للاستثمار فيها رغم ما يواجهونه من عرقلة ومشاكل مهنية الراديقلوب من العب الأحمر في طور النضج مختلفة كان عدة أنواع من العنب ونصلنا بإنتاج مليح وكان بعض النقائص خاصة في اليد العاملة المؤهلة خاصة تازبرة وقت الزبر للعنب كنا نستعينه حتى بإخواننا من تونس وكذا ومن بلدان محددين الفلاحون من منتج العنب يعتمدون على تقنيات للحفاظ على مياه السقي ومنها آلية التقطير كطريقة لتطوير إنتاجهم خاصة مع شخ الأمطار توقعت أن نتعدى حتى 300 قنطار في الهكتار بالنسبة للراديقلوب بالنسبة للفكتوريا كانت نوعية حساسة نوع الماء وذرنا نوع الماء بيض زعبي ننتظر منها حوالي 100 حتى 150 قنطار في الهكتار هذا نقص الماء نجمنا بالإمكانيات أن نقضنا المنتج بعملية التقطير كما شفتها الفوق هي القوتا قوت مع السخانة هدية يعني 44 سخانة 43 الحمد لله يا ربي يعني بفضل القوتا قوت هذه نجمنا نقضنا المنتج توقعاتنا أنه يكون الإنتاج وافير لكن الفلاحين متخوفين من الظروف المناخية سائدة خاصة ارتفاع الحرارة في هذه الأيام التي تأثر سلبا على الثمار لكن العوائق التي تعيق المهنيين في هذه الشعبة هي اليد العاملة المؤهلة سواء في عملية القطف أو الجني هذا ويتوقع الفلاحون في شعبة الكروم إنتاجا وفيرا نتيجة تضاعف مجهوداتهم أين يأملون في مرافقة ودعم أكثر من السلطة المالية لتصدير منتوجهم لسوق الخارجية مكانها نزيد ونمبرتها وتاع الخارج أخويا هاي تاع بلادنا أخويا الله يبارك ترجمة نانسي قنقر